اشتركوا في القناة وفيها مفاجأة مهمة جدا هتتبعوها طبعا لغاية نهاية آخر الحلقة حلقة النهاردة بتتكلم باختصار عن العمل التطوعي فوائد العمل التطوعي أسباب العمل التطوعي المراحل اللي بيمر بيها العمل التطوعي خليني أبدأ بأول نقطة وهي نقطة من النقاط المهمة جدا وهي ما هو العمل التطوعي العمل التطوعي هو ذلك العمل الذي يتكون ما بين مجموعة من الأشخاص لإخراج عمل تطوعي ومساعدة الآخرين في مجال من المجالات المعينة النهاردة العمل التطوعي زي مبادرات بالتم زي حالات كشفة طبية زي مبادرات مساعدة يتامة زي مبادرات توسعة شوارع زي مبادرات إمداد الناس بالخير حاجات كتير جدا تندرج تحت كلمة تطوع التطوع ده ليس له أي مقابل مادي أو ربحي يعني ليس يهدف إلى ربح علشان الناس تبقى فاهمة حتة العمل التطوعي ده بيكون منك أنت نابع من جواك أو من الشخص نفسه تجاه الأشخاص الآخرين العمل التطوعي بيمر بمراحل مختلفة كتير جدا وفريدة جدا النهاردة انت بتشوف مؤسسات زي مؤسسات المجتمع المدني ده كلمة مجتمع مدني ده من ضمن عمليات التطوع يعني ده من ضمن العمليات اللي بتسمى عمليات تطوعية المجتمع المدني زي قوة كتير جدا موجودة النهاردة في الشارع بتساعد الناس بتمد الناس بتخير بتحاول ان هي تدخل وصلات مية هنا تدخل خير هنا تدخل تساعد عروسة هنا حاجات كتير جدا بتندرج تحت موضوع العمل التطوعي العمل التطوعي من الحاجات على فكرة يا جماعة اللي لها أجر وسواب كبير جدا كبير جدا جدا عند ربنا طبعا يعني من الحاجات الحلوة أو الكويسة قوي موضوع العمل التطوعي دايما بتحس ان انت في عندك راحة نفسية خالدة مش موجودة قبل كده طبعا ولكن الاحساس نفسه بيكون احساس منفرد ثابت جواك نابع من داخلك العمل التطوعي بيمر بمراحل مختلفة وأهمها هو صدق التطوع نفسه يعني ان انت تكون صادق مع نفسك ان انت عايز تطوع للعمل ده مثلا يعني عندك مساعدة اشخاص يتامة ده عمل تطوعي مساعدة طفل في مدرسة على مصاريف مدرسته ده ده عمل تطوعي منك مساعدة اشخاص معينين فقراء مساعدة غارمة ده ده من ضمن الحاجات التطوعية المهمة والكبيرة جدا العملية الجراحية اللي بيتم مجانا دي حاجة من الحاجات التطوعية يعني عندك مثلا دكتور بيعمل مبادرة بيعمل خير كتير جدا بيحاول ان هو يعمل عملية مجانية كتير جدا في حاجات كتير النهاردة موجودة في الشارع بتسمى وبتندرج تحت حاجات اسمها اعمال او اشياء تطوعية الشيء التطوعي ده بيكون نابع من الشخص نفسه تجاه الاشخاص الاخرين وامدادهم بالخير بالسواب امدادهم بالحاجة التي ينقصونها يعني دايما اللي بيكون عنده حاجة مش مكتملة انت التطوع بتاعك بيكمل حاجات كتير جدا موجودة عنده ان انت تشبك ايديك في ايد اللي جارك علشان ان انت تعمل عمل تطوعي او تمد الناس بالخير دايما ده من الحاجات المميزة جدا والفريدة والحاجات المهمة جدا اللي انا بشوف ان هي من الاعمال التطوعية التي يندرج تحتها ذات اثر كبير جدا ذات اثر كبير في مراحل مختلف فالنهاردة ما يكون عندك عمل تطوعي عندك نوادي بتعمل عمل تطوعي عندك ساحات بتعمل عمل تطوعي عندك جمعيات خيرية بتعمل عمل تطوعي إركن دول كلهم وتعالى تتكلم في حتة زي المجتمع المدني المجتمع المدني النهاردة بيعمل عمل تطوعي أنه هو يعمل توعية للناس دورة مثلا تدريبية في صناعة أو خياطة الملابس ده عمل تطوعي أن الناس تتعلم وبعد الناس ما بتتعلم هو بدأ بالتطوع بعد ما الناس تتعلم يبدأ كل واحد يكون عنده مكان صغير يتعلم عليها هنا أنتك بقى شخص منتج في المجتمع اللي بدأ الموضوع في الأساس عمل تطوير النهاردة بعد ما يتعلم الشغلانة دي يقدر يتبنها كويس يبقى عنده النهاردة يقدر أنه يجيب مثلا يلم شوية كده من المبالغ المالية ولو القليلة ويفتح ليه مشغل صغير هنا بقى عنده من مشروع صغير لمشروع كبير بدأ من خلال الناس اللي بتطوعت في البداية أن هي تقدر تدي المعلومة بالتطوع منها من دون مقابل أو بدون أجر أو بدون ربح للشخص اللي بيكون متواجد طبعا قدامهم في إيصال المعلومة السابتة دي بحيث أنه يقدر يأكل لهم تعيش عن طريق العمل التطوعي اللي هو مده به الآخر ده من الأعمال التطوعية المبادرات اللي بتتم النهاردة في الشرع المصري مبادرات كتير جدا النهاردة عندك حملات توعية بتتم ده من المجتمع المدني عندك المجتمع المدني بيمد الناس بخبرات مهمة جدا وكبيرة جدا وصريحة وثابتة وذاتة أثر ورسالة لها معنى وصدى يرجع للمواطن بالخير دائما دي من الحاجات التوعية المهمة جدا النهاردة لما يكون عندك مثلا المدرس ولو بيدي مجموعات أو فصول تقوية كتير جدا وهدفه الأساسي مثلا أنه هو علشان يكتمل ويقدر على معيشة الحياة بيدي مجموعات كتير جدا واحدة أو اثنين أو تلاتة أو اربعة وعمل عنده عمل تطوعي أنه هو إدى مجموعة من المجموعات دي مجانا هنا ده يحسب تطوع بل نجدعه بقى احنا لا نحاسب على ما قبل ذلك هو عنده كده عمل تطوعي وهو لم مجموعة من الأطفال اللي مثلا ممكن يكون مستواهم قليل جدا في مادة معينة 10-15 طالب ودههم عمل تطوعي بحيث أنه يشرح لهم مادة معينة هم عمل تطوعي اكتمل أجروا سوابه عند ربنا مش عند الشخص نفسه أنت طوعت أن أنت توصل معلومة صغيرة أو بسيطة في حين أن المعلومة دي للشخص اللي كانت نقصها المعلومة من خلال التطوع ده بأنه هو بيوصل لمرحلة مهمة جدا في حياته بيكتسب مهارات بيشوف المهارات التي يجب إتقنها أو يتقنها ويبدأ أنه يشتغل على نفسه كويس جدا هنا فادوا كتير جدا العمل التطوع المبادرات مختلفة فيه مبادرات في الصحة فيه مبادرات في الزراعة فيه مبادرات في الصناعة فيه مبادرات في التعليم فيه مبادرات في المعيشة فيه عندك حاجات كتير جدا موجودة عندك حياة كريمة يعني برضو حياة كريمة ده من المشروعات المهمة جدا 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 التي سيقف عنها التاريخ كثيرا جدا ده من الأعمال تطوعية سابتة سابتة هو مشروع قومي ولكن يعني يبس الروح في المواطن بطريقة أفضل ويوصل دائما الخدمات المتكاملة التطوعية خدمة ما فيهاش أي مقابل مادي ربحي جنيه واحد فقط ده من ضمن الحاجات التطوعية هنا تكلمنا عن مشروعات نتكلم عن المبادرات بشكل مفصل مهم جدا وهو المبادرة دائما بتتكون من أشخاص بيكونوا عايزين يعملوا مبادرة صغيرة في إيصال التطوع ده للناس يعني التطوع ده بيكون عبارة عن موضوع معين هنمد بيه مثلا الناس بالخير هنمد بيه ناس بالسواب هنكفل غارمة هنحل مشكلة واحد هنسد الديون واحد هنا ده عمل تطوعي في حين أنه هو يطلع شخص نقي أو يفك مشكلة لشخص نقي يرجعوا شخص صالح للمجتمع يرجعوا يعني يبس فيه روح الطمأنينة أنه لسه بكرة فيه خير دي من المبادرات المهمة جدا أن أنت تساعد غيرك ده شيء مهم جدا على فكرة يا جماعة الرضا دايما ما بيكونش في المال يعني الرضا دايما في سعادة إسعاد الآخرين أنت عايز يكون عندك رضا دايما أن ربنا دايما مدي لك كل حاجة وأن أنت راضي بقضاء الله دايما حاول تساعد غيرك صدقني من الحاجات اللي ناس كتير جدا بتعملها وبتحكي لي عنها بعدها من الأعمال التطوعية اللي أنت ممكن تعملها أنت دايما تمد الناس بالخير والسواب ده من ضمن الأعمال التطوعية اللي بتلاقي نفسك بعدها عندك حالة من الرضا غير عادية متواجدة بداخلك طاقة من نور مهمة جدا الأعمال التطوعية في حد ذاتها شيء خير شيء مفرح شيء دايما بيطمينك أن بكرة لسه في بصيص أمل دايما نهاية النفق فيه نور وإلا ما كانتش الناس في عاشية النهار ده دايما بكرة فيه شمس بتطلع دايما فيه ليل بيطلع دايما فيه نهار بيطلع دي حاجة من الحاجات اللي دايما لازم حتى أنا بنصح لها كل صحفي كل مراسل كل مزيع كل إعلامي كل حد بيمتهن مهنة الإعلام أنه دايما يوصل رسالة واضحة للناس وهو حب الخير للناس امداد الناس دايما بالخير وبالسواب امداد الناس بالطمأنينة امداد الناس بالرسائل السابتة أن التطوع ده شيء من الأشياء الفريدة والمهمة جدا التي من الأسباب المهمة جدا والمسؤولية المهمة جدا للمطلق أو للمستمع اللي بيرسلها له اللي قاعد قدامه أنه هو يوصلها للمواطن التطوع من الأشياء الجميلة جدا من الأشياء المهمة جدا خليني بقى أعلن على المفاجأة بتاعتي بعد الفاصل استنوني بعد المفاصل ومفاجأة جداً مهمة جداً من برنامجكم سر النجاح شبكات الرأي له أصول وقواعد في التخطيط والتنفيذ سواء المزارع أو المشروعات الزراعية عشان كده شركة 2H للمأولات العامة واستصلاح الأراضي هتكون معاك خطوة بخطوة وهتقدم لك كل اللي هتحتاجه من معدات وتكنولوجيا لازمة لأرضك خلال الفترة الأخيرة شركة 2H للمأولات العامة واستصلاح الأراضي قامت بتنفيذ وتخطيط عمليات البدء لأكتر من أرض وأنشأت كتير من المزارع الكبرى والصغرى تحت قواعد متميزة على إيدين خبراء واستشاريين مميزين خليك في المكان الصح وعشان أنت اخترتنا لازم نكون قد المسئولية دايماً وعمرنا ما هنغزلك معانا هتلاقي كل اللي انت محتاجه من غير ما تتعب ولا تدور كتير وده عشان نقدر نقدم لك الخدمة اللي تستحقها كل اللي عليك تعمله إنك بس تتصل بينا وتسيب الباقي علينا كلمنا دلوقتي وما تشلش هم أي حاجة لأننا هنا عشان نوفر لك وقتك ومجهودك للتواصل على زرومية سبعة وتلاتين ستين سبعمية وعشرة شركة تو اتش للمأولات العامة واستصلاح الأراضي اسم كبير في عالم استصلاح الأراضي ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل في حلقة مهمة جداً مميزة جداً من حلقات سر النجاح وبتندرج تحت حلقات الأعمال التطوعية الأعمال التطوعية دايماً لازم يكون لها إشراف لازم يكون لها خطة مسبقة يتم من خلالها إدارة الأعمال التطوعية الأعمال التطوعية من الأشياء الفريدة جداً والمهمة جداً والتي دائماً توصل أو توضح رسائل سابتة إن التطوع ده شيء من الأشياء الفريدة والمهمة جداً خليني أروح لنقطة طبعاً مهمة جداً من التفاصيل السبتة في أعمال التطوع عندك مبادرات النهاردة بتتم في الشارع عندك النهاردة حاجة زي حاجات منصات وطنية للعمل التطوع النهاردة فيه مرصات كتير جداً موجودة على السوشال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي منفردة كبيرة جداً بتساعد في الأعمال التطوعية ممكن ناس كتير جداً تنضم ليها فيه ناس كتير جداً بتعمل أعمال تطوعية تيم عمل معين بيجات معينة هتلاقي حاجات كتير جداً متوفرة لو بحثت على منصات العمل دي التطوعي طبعاً على السوشال ميديا السوشال ميديا النهاردة من ضمن الابتكارات المهمة جدا والكويسة جدا اللي هي بتحاول دايما أن هي تمدك بالمعلومات اللي هي لها أصل رجعي كويس إيجابي عليك أنت حتة أن أنت دايما تبحث وتفنن وتكتسب مهارات دايما تلاقي نفسك راح أنت حتة العمل التطوعي أو عند موصوف أو مضمون العمل التطوعي أن أنت عايز تشارك هدفك الأساسي أن أنت تشارك في العمل التطوعي خليني أنوح عن حاجة مهمة جدا يعني من خلال برنامجنا وهي مفاجأة مهمة جدا بقى أعلن عن علاج خمس حالات مجانية لعلاج الأطفال الذين ولدوا بحالات أو بتعب الشفة الأرنبية فيه طبعا أطفال لقدر لابت ولده بيبقى عندهم موضوع الشفة الأرنبية في منطقة الوجه طبعا دي بتكلف مبالغ وعبء كبير جدا مادة على الأهل أو على الأسرة النهاردة من أسرة البرنامج من خلال مبادرة أطلقها الدكتور محمد سعدة صدقنا المحترم دكتور محمد سعدة استشاري جراحة الأطفال وحديثي الولادة وجراحة المناظر دكتور محمد سعدة من الدكتور المميزين جدا والأطباء الماهرين في الشارع المصري بنعلن بالتعاون معاه عن علاج خمس حالات مجانية الحالات يا جماعة النهاردة مجانية بدون مقابل مادي جنيه واحد يعني بدون مقابل مادي نهائيا إن شاء الله الناس اللي بتحاول إن هي بيكون عندها حالة أو موجودة عندها حالة من الحالات دي يتوصلوا أو يتصلوا على يبعاتوا رسائل على واتساب على الأرقام اللي هتكون موجودة هتنزل على الشاشة أو على أرقام الاتصال الموجودة على الشاشة أو من خلال رسائلنا على بيج فيسبوك برنامجكم سر النجاح مع حسن مغربي المبادرة باختصار مبادرة مهمة جدا وهي من المبادرات أو من العمليات طبعا اللي بتكون موجودة بمبالغ كبيرة جدا باهزة يعني بتكون على كاهل المواطن أو رب الأسرة كبيرة جدا أو بمبالغ كبيرة ما بيكونش قادر على إن هو يسعى إن هو يحل المشكلة دي ولكن نهارده من خلال برنامجنا سر النجاح بالتعاون مع دكتور محمد سعدة استشاري جراحة الأطفال وحديث الولادة وجراحة المناظير بعد التعاون معاه طبعا نهارده بنطلق حملة علاج خمس أطفال مجاني لعلاج مرض الشفة أو علاج جراحة الشفة الأرنبية لدى الأطفال ولدى السن الأطفال الصغيرين طبعا أي حد يا جماعة يعرف أي حد جاره ابن جاره حد في منطقته عنده موضوع الشفة الأرنبية ده في أسفل الوجه طبعا منطقة الفم يتواصل مع البرنامج كل الناس اللي موجودة عندها الحالات احنا بحد أقصى جماعة طبعا علشان العدد ما يكونش كبير هنبدأ بخمس حالات والخمس حالات دول بالتعاون مع دكتور محمد سعدة طبعا هتشوفوا الأرقام تتواصلوا معاها سواء اتصال أو سواء واتساب هتكون موجودة في أسفل شاشة البرنامج أو شاشة العرض دلوقتي وعندكم الواتساب ممكن تبعاتوا عليه رسائل عادي جدا ممكن تبعاتوا رسائل SMS طبعا على الأرقام التليفونية اللي هتكون موضحة أسفل شاشة البرنامج الحاجات المهمة جدا والأوراق المطلوبة طبعا أنا لازم أنوه عنها طبعا في حلقتي الأوراق المطلوبة كل التقارير الخاصة بالحالة اللي عنده التعب ده جماعة ابنه وبنته يجيب التقارير الكاملة ويجهزها في فايل أو يضع الفايل ده PDF أو يخلي PDF مضغوط يبعاتوا على الرسائل الواتساب الخاصة ببرنامج سر النجاح في الأرقام اللي هتظهر دلوقتي أو يبعاتوا من خلال رسائل الفيسبوك لبيج سر النجاح اللي يظهر برضه من خلال عرضه على الشاشة دلوقتي معايا يبعاتوا الاسم يبعاتوا العنوان يبعاتوا المحافظة تحديدا فين المركز اللي تابع فيه التابع المكان يعني التابع أو القرية أو المركز والمدينة أو المحافظة يبعاتوا ده كله بالتسلسل كده من عند المكان اللي هو تابع ليه المنطقة اللي ساكن فيها لغاية القرية لغاية المركز يليه التسلسل المحافظة اللي هو تابع ليها زائد أرقام تليفونات والد أو والدة والد الحالة أو والدة الحالة طبعا من أجل التواصل معهم طبعا الشباب الإعداد هيتواصلوا مع كل الحالات اللي هيتم إرسال الورق بتاعها سواء كان بدييف أو سواء كانت نسخ ورقية طبعا من أجل عمل الخمس عمليات دول دي مبادرة من المبادرات المهمة جدا اللي أنا بأطلقها النهاردة من خلال برنامج سر النجاح بالتعاون مع دكتور محمد سعدة استشاري جراحة الأطفال واستشاري جراحة الأطفال وحديث الولادة وجراحة المناظير صادقنا المحترم طبعا إحنا كان هناك معنا مداخلة تليفونية طبعا ولكن ما سعفناش الحظ أن احنا يمكننا التواصل والمداخلة تليفونية معاه ولكن هو هيكون معايا في حلقة من الحلقات إن شاء الله القريبة جدا وهيكون فيه تصوير خلق إن شاء الله للحلقات وأسر الحلات دي بعد ما يتم شفاقهم إن شاء الله وأثناء العمليات وهيتم عرضها طبعا أي حد يعرف أي حد يا جماعة ده بقى من ضمن طبعا اتكلمت في العمل التطوعي من أول ده من ضمن بقى الأعمال التطوعية اللي دايما ما بتكونش كلام ولكن بتكون أفعالة نهاردة من خلال برنامجنا سر النجاح بنوح عن عمل عمليات مبادرة خمس عمليات مجانية لعمليات الشفة الأرنبية التي يصب بها الأطفال حديثي الولادة أو صغار السنة الذين يولدون بتلك الحالات المتعسرة بيتم علاجها الحمد لله رب العالمين على عيد أمهر الأطبواء زي الدكتور محمد سعدة طبعا من الاستشاريين المهمين جدا والدكاترة المهمين جدا النهاردة في نقابة الأطباء دي مبادرة جميلة جدا كل الناس اللي تعرف ناس في مناطقها أو في بلدها أو في النجوع أو في الكفور احنا عايزين بحد أقصى خمس حالات طبعا عشان الناس تفهم الموضوع بتاع التعب ده تحديدا الشباب هينزلوا برضو الصور على الشاشة دلوقتي علشان الناس تفهم يشاركوا ازاي والتفاصيل تبقى ازاي الأرقام ايه اللي يتواصلوا عليها الواتساب ايه السر النجاح البيجي الرسمي يبعثوا عليه رسائل الواتساب يبعثوا رسائل واتساب التليفونات يتصلوا تليفونيا أو يبعثوا رسائل MS SMS ويتواصل معهم فريق الاحداد لحظة بلحظة مطلوب خمس حالات مجانية هيتم عمل عمليات ليهم مجانية مع الدكتور محمد سعدة دكتور محمد سعدة بعد التعاون معنا في برنامج سر النجاح النهاردة بقدر اقول بصدر رحب لكل المواطنين يا جماعة اللي موجود عنده ولد أو بنت عنده موضوع الشفة الأرنبية أو عنده مصاب بموضوع الشفة الأرنبية نهاردة تقدر تعمل عمليتك مجانا من خلال برنامج سر النجاح بنعلن عن خمس حالات لموضوع الشفة الأرنبية مجانا وليس ربحي وبدون مقابل وده بنعتبره من الأعمال التطوعية في أول سوزنلية في برنامج سر النجاح مع التعاون مع صديقنا دكتور محمد سعدة واللي هيكون موجود معي إن شاء الله في حلقة من الحلقات الأعمال التطوعية حاجة سابتة بينك وبين ربنا دايما دايما ما تقطعش المدد الموجود بينك وبين ربنا اعمل أعمال تطوعية كتير جدا زكي عن صحتك كتير جدا مد الناس بالخير كتير جدا وزي ما تقول في مضمون التطوع ولكن يبقى دائما الرضا هو المنال الوحيد لحياتك كنت معاكو في حلقة مهمة جدا من حلقات سر النجاح تحياتي حسن مغربي تحياتي حسن مغربي اشتركوا في القناة